السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الروح والدم الجديدة كل منتخب او كل فريق بيلعب على المنافسة على البطولة بحتاج ضخ دم جديد اولا اللاعب الجديد ده بيجي عنده روح جديدة وعايز يزبط نفسه ويقاتل فبيفيد الفريق وكمان اللاعب القديم لما يشوف فيه لعب جديد دخل الفريق بيبقى فيه منافسة فيه منافسة وفيه صراع على المكان فيبدأ المدير الفني يبقى مبسوط لان كل اللاعبة بتبقى على استعداد وبتنم بدري ومركزة لكن لما تفضل على فريق قديم بقاله سنين مع بعض ما بتغيروش ما بتغيروش اللاعبة هتقولك ما انا كده كده هلعب انا كده كده اساسي مش خايف من حاجة فيبتدي المستوى يقل وكمان لما تجي تضخ لعب جديد وتكتشف بقى ان فيه لعبة قديمة كبرت في السن يبقى انت قريدي جاهز عندك لعبة جبتها ونشطتها فلما تجي تلعبهم مش هيبقى لعب جديد لانك انت جايبه من فترة هدرب لكم مثل بليفربول ليفربول هيلعب نهائي هيلعب نهائي الشاموزليج من اقوى البطولات في العالم هيلعب ضد ريال مادريد على النهائي عمل ايه كلوب بطول الموسم اتنين مدافعين القلب اتنين مدافعين القلب يلعب فاندايك اساسي وماتيب وابراهيمة كانوتيه التلاتة دول كان يلعب فاندايك الاساسي ويلعب ماتيب ماتش ماتشين يروح لعب ابراهيمة كانوتيه هكده ماتيب يلعب ابراهيمة كانوتيه يبقى دلوقتي مين الاساسي فاندايك مين اللي بيلعب جنبه يا ماتيب يا كانوتيه اللي اتنين بيلعبه وقال اللي اتنين بيلعبه ماتش وماتش وماتش لما جي فاندايك تصاب الماتش اللي فات مفيش قلق مفيش خوف لان فندايك لما اصاب عنده ابراهيمة كانوتيب ومتيب بياخدوا ماتشات وعلى طول يقعد واحد ماتش ويلعب التاني فالاتنين بيلعبوا فلما يلعبوا جنب بعض مفيش خوف عليهم لانهم ما يعتبرش جداد لكن لو كان مركز بس على متيب وعلى فندايك طول الموسم ويجي اتصاب فندايك لما تيجي تلعب ابراهيمة كانوتيب هتخاف ايولاك ده لسه بعيد على المباريات واحتكاك ده اللي انا اقصده لما تدخل لعيب جديد دخلوا مش لازم يلعب اساسي تلعب ربع ساعة شوت تبددي بمباراة تحسسوا ان هو موجود عشان لما تحتاج له تلاقيه زي مثلا في عندنا مهدي بجمعة لعب هتاي سبور لعيب كويس التركي بيلعب في دور التركي لعيب كويس وشاب وطموح في غشة بيلعب غشة بيلعب في نفس الدور التركي وانا نديت بقالي سنة ان غشة ياخد ويلعب لان استايل غشة مش متواجد في المنتخب الجزائري لو لعب الوسط السريع بالكورة ده لأ مش موجود فيه سوفيان فاغولي ما ياخدش الكورة ويجري بها بسرعة سوفيان غاولي عنده موهبة ازاي بيتحرك جنب المهاجمين من نصف الملعب عنده التحرك ويخلص على المرمى رائع ما شاء الله لكن غشة استايل تاني غشة اللي بياخد الكورة ويجري بيها زي هازرد كده الاستايل اللي هو ياخد الكورة ويجري بيها دي مش موجودة في لعبة وسط الجزائر غشة يعني انا من رأيه ياخد عمورة مش موجود المهاجم اللي زي عمورة في الجزائر موجود بغداد بنجاح كبير وضخم والتمنتاشر والاشتراكات واسلام سليماني كمان كبير وضخم لكن المهاجم اللي زي محمد صلاح اللي زي مانيه لعندهم سرعات دول هو عمورة عمورة انت محتاجه في المنتخب فلازم تدخل الناس دي مش كل طبعا اللعبة الجديدة تقدر تدخلها في المنتخب كده هيبقى هيصة كده هيبقى مولد مولد الناس كتيرة وبتاعه مش هتستفاد لا انت تدخل ناس تبقى انت محتاجها زي مثلا المهاجمين انت محتاج مهاجب تدخل ناس جديدة عندك وسط الملعب المهاجب محتاج وسط الملعب اللي بيلعب جنب اسماعيل بن ناصر محتاج يعني الزروكي الواحده ما ينفعش بصراحة انت محتاج دم جديد فدخل لعبة جديدة على حساب احتياجاتك انت في المنتخب الاحتياجات عندك مطشين مهمين بعد ايام عندك مطشين مهمين بعد تلات شهور في شهر تسعة الاربع محتاج دول ما ينفعش كله يبقى جديد في الملعب لأ دخل عنصر عنصرين تلاتة مية مية عشان ما تغيرش شكل الفريق مرة واحدة التغيير مرة واحدة ده هتاخد وقت كبير جدا في انك تعمل الفريق قوي لكن خلي فرقتك زي ما هي وحط احتياجاتك من اللعيبة الجديدة وما تنساش ان في لعيبة قديمة بقالها في المنتخب اكتر من سنين ما بتلعبش ما بتلعبش قاعد برة ما بيلعبش يعني زي سعيد بالرحمة اه اشتراكات وقلق ادم وناس بيروح معسكرات المنتخب ما بيبتديش خالص اه زي ما قلتلكوا سعيد بالرحمة ما بيبتديش خالص في لعيبة يعني اه موجودة في المنتخب بس ما خدتش فرص اه بالتوفيق ان شاء الله انتظرونا كل يوم كده هنتكلم على المنتخبات اللي جاية للمنتخبات بازن الله اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة شكرا اللي جاية للمنتخبش